شكرا لكم اي اي اا اعمالها كل المحاضرين اللي كانوا اتودين النهاردة في الفنطقة هو بيجي ويقع فينا وراه الاستاند صح جدا وبعدين كيكلم اه دقيقة لقيقة النص وراه المحاضر وبعدين اي يجيرهم جدهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كل المحاضر ده الاستاند اللي هيقول عليه او عشان يعامل او معاني او ماني او هيقعد هنا للأسايا ليه؟ طلع وراه الاستاند وجيني خاطف الجمهور وبشرف. ليه? ايوة عشان التواصل. وده حاجس. صحي جدا? وعلشان انا ما حب اتواصل مع حد. وتبقى اخر جملة في الشريحة. قلبي منوة وبيتي متزم. لازم ابقى واضح. لازم احتياجاتي وكلامي او اموري ومطالبي من اخر واضحة. مش من الدارية. مش من ورا حاجز. وده اللي بيحصل في البيوت. ما في استشاري يطلع على العقشة بتنفرح النهاردة وتكلم في معنى بالمعاني. ادارية. السلوكية. امور العلاقات. ايه المهارات. اللي تكلموها كل المحاضرين. ايه لو فيها حاجة وقترس. عبر عن نفسك صح. قول احتياجك. قول اهتماماتك. الخزعبالات. الاعلامية. اللي في الافلام والمسلسلات. عشان يغيروا عندنا واعي. ده عالمي عن فكرة. يتخيير واعي عالمي. جمعي. لا الاهتمام ما بيتطلقش. المفروض يفهم. المفروض يعني. مين اللي هاه؟. بيشموه شم على ضهل الدمار. لما شفنا محاضرة بتاعت الخصائص مخرجل. ازاي بيفكر الرجال. ازاي بيفكر نسان. لا تعطينا عن اتناشر ساعة تدريب. فيها اكثر من خمسة وارفعين ورشة عمل. عشان تافهم بس واع. الانزجة اللي قالتها دكتورة حنان. في الارمار. في مية وخمسين مصفوفة. لوصف الارمار. مية وخمسين مصفوفة. عشان نقولي الكلام ده لازم نتعلموه. ونسعليه ومنقولش احنا اكبرناك. قص بعدي ما الشاب بقالنا عشر سين الجواز. ما هي صواط يعني. بقالنا عشرين سجا زواب. مش مهم. انت لو عايز فعلا بيتك وتبقى حريص عليه وانت وزوجتك في مركب. واحد ترك الدفة. بسيب المركب بيغرق. الكلام ده. ما فوش عهد. واحد رفع الدفة التاني بيجدد. لحد ما نعمل زي جزء من العلاقات اللي قالت دكتورة دوجان. احابب. وافهم. واقول. وكو ظن حسن في الكلام اللي تقال. وعبر صح. اوع. وخلي دي اختام المنطمئ. اوع عن تلك فيه حاجز. بينك وبين اللي اختامه. عبر. ليه اصر فينا كلام شاعة. ليه اصر فينا كلام براءة لكن هو بنكلمة مشاعة. احنا حاجبين نفسنا ليه? بس تعارفين مشكلتنا ايه? ما بنعرفش نعبر صح. ما بنعرفش نقول اللي احنا عايزينه صح. وديك عشان تتكلم في اللي انت عايزه. يا عيابي. لاجت شو ده وانت ما بقامل مده ما قلت ليه مده كان المفروض ده. يا صوتك ياه لو يبقى فيه عصبية وضد القنصة اللي قالا انت كنت اتزواج فقط ده بس بالعام. ده فيه تكتل غنوثة. ده فيه عليكم انسة. دورة مبيرة سحر غنوثة. ويجي الراجل. احنا ساعة لما. ها يا عم يا مخبط يا رزعي سببك وماشي. ده اقل يعني ده اقل تصرف ممكن ما حصل. احنا ما بنعرفش نعبر صعب لازم نعترف بكده. وده الخطوة اللي جاي بعد كده. انا بمحبة تعامل مع الاخر بمنزولة العلاقات. او بالعشر قواعد اللي قالتهم الدكتور حنان. او بكل النواسيب اللي قالوها كل المستشارين. اعرف اتكلم. اعرف اقول الاف اهل من المربع. او عندي مربع مشاعر اهلافين من المربع. انا فطبا? ولا انا مأموصة? ولا انا زعلان عشان انت انا مخدتش بالك. بطروتيش ليه? لان انا اصلا ما تفقاش حلوة ابي لوحده. لا انا ده بقى حلوة. زي ما هو واضح مصريحه بيقول انت كمان وبنعلمها لعيالي تلت سنين. حضر معي قرر دورة العلاقة للمشاعر ده. طفل عنده ثمان سنين. والبلوطة كان اتناشر سنة وكانت حد. معيار الانجاف من اخوها وثمان سنين فقط كبار. انت عايزني. مالك. ايه اللي جواكي? وده اللي احنا بجمع. عمر بيتي. ما هيبقى منتزل? ان لو كان احب شايد. بادراق واعد حقيقي. تتغير عليه المشاعر. فاسهم صح. فتبقى العلاقة واحد اتنين. نا نا نا. بيجي جمع. التاني بقدي ساعة واضي الاستخبار جيد. فتبتدي الجوارح تنافس. ده اللي احنا عايزين بقى. انا ادعو كل اللي حضر. الناس اللي هنا والناس اللي عليك ما نقول لهم جانوا تلاتة. تلات تلاتة. هلا واللي بيسمعها وفي كل مكان. وده هينزل كل محضرات دي هتنزل على يوتيوب تشايله ادعو كل الناس. مش عايب ان اكتتعلم. مش عايب ان احنا ناخد دورات من اول موتي. مش عايب ان انا نعرف اتعامل مع ابني اللي خزلته ازاي. مش عايب الدكتور اتكلم عن التربية. قلت لنا موقعين. قلت لنا موقعين. مش عايب ان انا صادر. انا اخوة. انا اسفة اولا. معلش. وصادر. لا مش عايب لما انت تتعلم تشكر زبتك وتدعمها وتسمعها وتقوم شايلة. قد تب خير. شكرا لسيت القول. ايه دقيقان. لقد تضيني هنا ده ممتاز جدا. احسن في انتين الفصاليات. اي حاجة. اول محبا هازم يقوله. ونتعلم ان احنا نقوم. كان بيستميها الحميراء. ده وصف. وصف صريح. ديش ان كانت بيدا ولما زبحانها بتدحك تنبي بحلم. حميراء. كان بيقوله عليها جدا. تفرح. من حاجة من اعطيتها الدرما؟ اقول له ما اعطيهم الدرما صلى الله على محمد. فعشان افهم اتعلم. انا بيدعوبكم المنبر ده. شوفوا. دورات اتزال. انا لسه بكلم من يرا. بقول لها بصي انتوا اي دورة انا هخش معاكم زون. ده عشان. روح. بتعلم. واسمع. واشوف. وقرأ. اليوتيوب مليان. بس اختار. السقة. المؤتمر. اللي لغة رجعية. ويرجع سيته لسه. كنتي بقول لبراء. ماذا بيناك وبين الله يا دكتور محمد رشيل. حتى يبقى ينزل الى وقتنا هزا. انا عرفته. بمقطع على جربات الواقص عندنا في اسطنبول. همي بيشيروه كمان. مش مصر. يعني انا مصرية. بس مش عايزة بقى مصر بني تمازيل. جربات العرب. اه في اسطنبول. على الواقص. الفيديو معدي اكتر من مش عارفة 18 مليون. ايه? ايه? هو ده الخطر. نتعلم. نحضر. اولاد. نتعلم احضان. اتناشر امع من انواع الاحضان. اتعرفوا عنهم ايه? صفر. بحاجة جاوة. في سبع او عشرين نوع من انواع الكبل. ما بين الاب و ايه? عشان نتكلم عبقى بحطة دين السادل. اتعرفوا عنهم ايه? في كلمات للدعا. في ربط. دبلوماسي بيتقال. في خطاب جماهيري. لو انا فصت عيالي وعزة فصت حاسد. نمش نتعلميني الكلام. احنا فهمت بين الكلام. لكن التربية كنا صاد. انا انا وجدنا ابا انا على وردنا على الاتة البلط. العرف بما لا يناقض شرع عينه عدروسي. لكن هو كده ما هزربوه. ومش لاتربينه عمالة زي فل النهيه بس باعها. يجي ليش هك في اتنين وعشرين سنة. وابنتي لسه اولى جامعة والتانية جامعة. بتقولي انا عندي يا جودري اتقابل صف الرب افكر في نهاي الحياة. دي شبت يوم عشرين سنة شفت ايه? مخزولة. مكسورة. دي دابل حياة ازاي? ومش شعب نحن نتعلم. ادعونا سبحانه وتعالى يجعله جامعة مبارد. ادعونا سبحانه وتعالى يا رب يجعلها بثلت خير وداد خير الله مأمين. ويبلغ يا رب كل كلمة طيبة تقالت انه هدت افاق ويفتح لها الكلوم. جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى. شكرا شكرا